قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن صبر أوروبا بدأ ينفد مع تركيا بعد عدوانها المتجدد في شرق البحر المتوسط وفي تعليق على قمة المجلس الأوروبي الجارية في بروكسل أضاف أن المناخ السائد يشير إلى أن تركيا أثبتت أنه لا يمكن الوثوق فيها مشيرا إلى أنه حتى بعض الدول والتي اعتقدت أن أنقرة ستفعل ما وعدت به فجأت بالتطورات التركية في الأيام الأخيرة وأوضح المتحدث أن أثينا تسعى إلى فرد مجموعة من الإجراءات والعقوبات لكي تدرك تركيا أن أوروبا تعتزم فرد عقوبات عندما ترى أن هذا ضروري وذلك في غضون الأسبوع القليلة المقبلة ولفت بيت تساس إلى أنه بعيدا عن أوروبا يتعين على الولايات المتحدة وروسيا أن يدين تصرفات تركيا